راحت فين النخوة؟ راحت فين النخوة النخوة موجودة إنت مش ملاحظ إن الشباب رجالة كده والشباب أنا معاكي لكن النخوة برضو خلي بالك راحت فين هي برضو تراجعت قدام التخريب أصله التخريب ده رغبة في التخريب بشكل عام كويس؟ رغبة في تخريب الأخلاق أحياناً وأحياناً تتورد فيها اللي بيدعوا إنه هم دعاء التنوير واللي بيدعوا إنه هم دعاء التطوير واللي بيدعوا وهكذا أحياناً نتورط في حاجات مثلاً لا أنا أعرف أن يمكن أكتر الشباب متأثرين بالسوشيال ميديا جداً يعني أنا بشوف الأغاني غريبة بكلمات غريبة ومعظم الكلمات الأغاني اللي هي مش كل الرب وحش بس يعني مش كل مهرجانات وحش بس في حاجات سيئة الجودة وسيئة المعنى وتعمل تلوث بصري وسمعي الصحاب الخينين بقى والنادالة بقى والمعرفش اعمل ايه تهس فيه عتيتيوت غريب كده طالع من الأغاني دي هل ده اللي خرب دماغه مخلى الشاب مفهوش نخوة الرجولة خلي بالك من حاجة الشكل الفن ده خارج بعد سنين كتير من العشوائيات اللي الحمد لله مصر قضت عليها ففي كمان للعشوائيات أخلاق احنا عايشين نتاجها دلوقتي نتيجة التطوير اللي احنا بنعمله والتحسين ونقل أهلينا اللي كانوا من سكان العشوائيات ده هيشوفوه لدنا احنا مش هنشوفو للأسف انما المرحلة اللي احنا فيها دي هي نتاج المرحلة السابقة اللي فاتت أفرزت فنها وأفرزت رياضتها وأفرزت ثقافتها وأفرزت مفردتها كمان هي اختارت كل حاجة الحقيقة واحنا تساهلنا كتير قدام ده الجامعة تساهل والكنيسة تراجعت والأسرة تراجعت والمصرح تراجع والفنة كل حاجة تراجعت قدام الموجة دي اللي هي كانت أقوى مننا سبرافو عليك يا أحمد أنا أول مرة كمزيع أسمع مصطلح دي نتيجة العشوائيات يعني كنا بنشوف العشوائيات اللي هو الجريمة القتل والتحرش والحاجات دي لكن إن هو حتى الفن إن ده النتاج العشوائيات دي طبعا وحقيقة أنت وإنت بتقول أنا صرحت معاك آه لأن طريقة كلام مش بتاعتنا طريقة فن مزيكة بتاعت ناس واخدى مخدر حقيقة يعني الناس دي مش طبيعية كده وفيقا تمام أنواع مزيكة هي أنواع مخدرة تصنفت على أن هي أنواع مخدرة منها ما يعني ما يربل لفكرة المهرجانات يعني وخليني برضو قولك حاجة هنا أنا ما بقلقش قوي من موضوع المهرجانات ده لأنه البلد دي عندها فن راسخ جدا جدا فمهما كانت الموجة عالية ومهما كان الصوت أعلى ومهما كان الخبط والرزع الحقيقة أنه بعد شوية لو أنت أحسنتي التنشئة في البيت وطلعتي الولد سليم والبنت عفيفة ومهزبة الحقيقة أنه هم بيرجعوا تاني للفن ده الحقيقة أنه هو بينبز لوحده كمان الشكل ده من شكل الفن العشوائي آه يعد يعده في الآخر إحنا قيامنا تقيلة صحيح جدا جدا